بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تمر أوقات على أهل الله من الصالحين الأنقياء من شدة سعادتهم وفرحهم في الدنيا يقولون في أنفسهم هل نحن نعيش في الجنة الآن؟ يحسبون أنفسهم أنهم في الجنة مع أنهم في الدنيا مما يفيض الله عليهم من الروح والإنشراح والسكينة والإنبساط والرضا والأرزاق التي يمتعهم الله بها إذا أحب الله عبداً أسعده في الدنيا قبل الآخرة قال تعالى من عمل صالحاً من ذكر أو أمثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً وقال جل من قائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم نسألك أن توصلنا إلى مرتبة الأولياء الأنقياء الأصفياء اللهم اجعلنا من أقرب المقربين إليك إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين